جالت مجموعة من نساء شوارع العاصمة تونس المزدحمة على درجات هوائية يتقسمن أحلاما مشتركة لم يحققنها خلال فتة التفولة بسبب العادات والقيود التي فرضتها النظم الأبوية عليهن مزيدا من التفاصيل في سياق هذا التقرير في محاولة منهن لكسر النمطية والقيود التي فرضتها العادات والتقاليد البالية القائمة على أساس التمييز بين الجنسين جالت مجموعة من النساء شوارع العاصمة تونس المزدحمة على درجات هوائية يتقسمن أحلاما مشتركة لم يحققنها خلال فترة التفولة الحديقة اليابانية في قلب العاصمة تونس تتحول كل يوم أحد إلى مدرسة في الهواء الطلق لتعلم ركوب الدراجة الهوائية وذلك ضمن إطار المبادرة التي أطلقتها جمعية في لوريسيون تونس والتي تمكنت من تدريب 700 شخص خلال سنتين 97% منهم نساء من جهتها أكدت مؤسسة الجمعية ستيفاني بوسال خلال فترة أزمة كورونا رغبة الكثير من الأشخاص في هذا النشاط معتبرة ذلك رمزاً للاستقلالية وسبيلاً للنساء لاختيار وسيلة تنقلهن وتحاول المبتدئات اللواتي يرتدين ملابس وأحذية رياضية التحكم بالدراجات الصغيرة المخصصة للتدريب مع بدلهن تركيزاً مضنياً وهن يترددن أحياناً قبل تجاوز الحواجز ويندفعن أحياناً أخرى بجرأة لافتة وتقول ساميا التي تبلغ من العمر أربعين عاماً وهي فخورة بالتطور الذي حققت خلال الجلسة الثانية من التدريب إن الفتيات لم يتعلمن ركوب الدراجة الهوائية في الماضي لأن ذلك لم يكن موجوداً في ثقافة المجتمع الأبوية معربة عن سعادتها لتغير تلك العادات والثقافات